اشتركوا في القناة ذلك في ظل حالة من الشلل السياسي تخيم على المشهد الاسرائيلي بعد صدور النتائج النهائية للانتخابات والتي بيّنت عدم حصول أي من المعسكرين على ما يكفي من المقاعد للخروج بحكومة دون الحاجة للطرف الآخر أساس حملة نتنياهو الانتخابية الأخيرة كانت صفقة القرن التي طرحها الرئيس الأمريكي في يناير كانون الثاني لكن بعد رفضها الفوري من قبل الفلسطينيين تقول حركة حماس إنه يمكن هزيمة الكيان المحتل في ظل هذا التفكك السياسي في دولة الاحتلال الآن لم تتشكل هذه الحكومة برغم من هذه الانتخابات المتتالية هذا الكيان تجمع من أشتات مختلفة من بقاع متعددة من العالم لا تجمعهم إلا العداوة لشعبنا الفلسطيني والرغبة فلسطيطان على أرض الغير هذا التفكك يؤشر فعلا إلى أن هذا الكيان يمكن هزيمته ويجب هزيمته وعلى الأمة أن تتكاتف جميعا من أجل أن نصل إلى النقطة التي نتخلص فيها من هذا الكيان من كل منطقة ونقيم دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريط ويرى كثيرون بأن الفراغ السياسي سيد الموقف ولا يمكن استبعاد فكرة الذهاب نحو انتخابات برلمانية رابعة وفي ظل عدم قدرة أي من الأحزاب والكتل حسم الموقف للخروج بحكومة إسرائيلية منفردة تبقى حالة الفراغ السياسي في دولة الاحتلال قائمة اشتركوا في القناة